ومن زموري البحري تلتحق بنا على المباشر زميلة فتيحة بعراب فتيحة صباح الخير هي صناعة تبرز بخطة ثابتة وبسواعد جزائرية ضعينا في صورة الحدث اليوم نعم صباح الخير أميرة نحن الآن في مكان الحدث الذي يحتضن هذا الإنجاز الكبير سفينتين من الحجم الكبير لاستياد سمكة تونة بإعالي البحار هو إنجاز جزائري مئة بالمئة وهذا نتيجة رفع العرقين عن المشاريع الاستثمارية التي آتت أكلها في الجزائر إذن في هذه الأثناء يحضر معي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سوفيان هشام سلواتشي ووسيط الجمهورية والسيد والي ولاية بومردس وأيضا أعضاء من المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني وكما تحضر معي السلطات المدنية والعسكرية للوقوف أكثر حول هذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر دعم كبير لقطاع الصيد البحري للجزائر أولا وقبل كل شيء أرحب بسيد الوزير اليوم نقف استثمار كبير بأياد جزائرية ضعنا في صورة هذا الاستثمار وهذا الإنجاز خاصة ونحن لأول مرة في قطاع الصيد البحري الجزائري نعم يعتبر هذا الإنجاز اليوم إنجاز تاريخي بالنسبة للقطاع القطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية ففي إطار تنمية قطاع الصيد البحري واستجابة كذلك لأهداف المسطرة من طرف مخطط عمل ببناء سفن الصيد البحري الكبيرة لحجم وهذا قصد إنشاء أسطول بحري لصيد البحري مخصص لصيد في أعلى البحار نثمن جهود المستثمرين الذين قاموا بعمل ممتاز وهو صناعة أول سفنتين صيد بحري بمعدل اندماج وطني 60% جزائري مخصصة للصيد في أعلى البحار أو الصيد الكبير فهذه السفنتين تعتبر الإنطلاق الفعلية من أجل بناء أسطول صيد في أعلى البحار من ناحية الاقتصادية مكسب كبير حيث القيمة السوقية لهذه السفنتين الصيدية في أعلى البحار تمثل 4.8 مليون دولار أي 700 مليون دينار جزائري مما سمح لنا بالاستفادة من تخفيض من استيراد هذه السفن لو تم استيرادها يعني كانت تكلفنا أكثر 3.6 مليون دولار فهذا تقدم جد مهم بالنسبة للقطاع وبالنسبة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة من جهة أخرى فهذه الشركة التي قامت بتصنيع هذه السفن قد استفادت من توجيهات مجلس وزراء يعني أكتوبر 2021 والذي سمح لها بتوسيع من عقارها المخصص لبناء سفن صيد الكبيرة الحجم مما حفزهم أكثر ومنح لهم أكثر حرية في تحقيق هذا الهدف وإحنا قلنا وسبقنا أن صرحنا بأنه في سنة 2022 سوف يكون لدينا أول سفينة صيد بحري كبيرة الحجم مصنعة هنا في الجزائر وتم تنفيذ ذلك فعلا اليوم كما تشاهدون ما عندنا سفينة واحدة فقط بل عندنا سفينتين وهناك سفينة ثالثة رهي جاية في الأشهر القادمة يعني لو نجمع القيمة السوقية لثلث سفن هو ما يعادل 7.2 مليون دولار وهو ما يساوي 1.05 مليار دينار شيء ممتاز وشيء جد مهم كما ذلك هذه الشركات وسهل في استقطاع بيد عاملة مؤهلة ومتخصصة عندها 85 عامل وهو مرشحة أكثر للتطور والبروز أكثر في هذا النشاط وفي هذا الميدان نذكر كذلك أن إحدى السفينتين تم تسميتها على الإخوة الشهداء الإخوة بن عمان وهم شهداء من المنطقة هنا من زموري من بومردس وامتهنوا كذلك مهنة البحارة يعني أثناء الحقبة الاستعمارية وهذه يعني مناسبة شريفة خاصة ونحن غادل إن شاء الله سوف نكون أمام ذكرى 8 مايي 1945 وكذلك نحن بمقربة الذكرى 60 من عيد الاستقلال نذكر كذلك أن في قطاع الصيد البحري يعني مع التنسيق مع السيد وسيط الجمهورية وكذلك ولاة الجمهورية تم رفع العلاقي العالمية 177 استثمار على المستوى الوطني متعلق بالصيد البحري تربية المائيات صناعة سفون الصيد البحري وهذا ما سوف يسمح بخلق 2349 منصب شول وهو شيء يعني جد مهم من أجل خلق ديناميكية وانتعاش قطاع الصيد البحري نعم شكرا جزيل سيد الوزير إذن هكذا كان تصريح السيد وزير الصيد البحري والمونتجات الصيدية والاستثمار في الثروة السماكية يستوجب تجديد وعصرنة أسطول الصيد البحري بالجزائر هذا كل ما لدي زميلة أميرة إليك الخط وشكرا لكم نعم إذن